تمام كده دكتور أنا كده فتحت البس المباشر وبدأت التسجيل لو حضرتك الحمد لله للوقت كده تمام تمام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم في المحاضرة التامة كل سنة وحضرتكو طيبين النهاردة أول يوم من أيام السنة الهجرية الجديدة إن شاء الله ربنا يعيدها علينا وعليكوها الأمة الإسلامية بالخير ويومنا والبركات طيب إحنا هنبتدي إحنا طبعا النهاردة 30 يوليو 2022 إحنا لسه برضو نكمل في المدول الأول من فاونديشنز عاوزين نعمل بس سريع كده على المحاضرات اللي احنا أخذناها زماني احنا أول حاجة اتكلمنا على بتاعت وتوزيه وتخزينه وازاي كل الكلام ربنا فمحتاجين نراجع إحنا لما كنا بنستلم الورق أو بنستلم أي دوكيمنس موجودة عندنا في الشركة كنا بنعمل عليها تشيك دوكيمنس ازاي او قوية تشيك ازاي حد فاكر النمبر تمام والrevision والاستامس بالضبط الاختام الdate السبجكت الستامب الreceive ده احنا بنعمله آخر حاجة الستامب الaction بنعمله بعد ما احنا بحصله resubmit بعد ما بحصله review بعد كده بنعمله resubmit reference revision approval status signature attachments bravo مرفقات responsibility responsibility title يكون مزبوط والattachment بالضبط كده طيب خلينا نفتكر كده مع بعض السامبل اللي احنا تكلمنا عنها كنا بقول اول حاجة بنراجع فيها reference number sequence number بتاع الدوكيمس دي مع الدوكيمس اللي احنا استلمناها قبل كده فلازم يكون ده sequence بعد الرقم مش قبليه ولا معدي رقم ولا اي حاجة قلنا انه sequence number على اخر رقم احنا استلمنا لأي حاجة كنا بنتكلم عليها وقلنا انه هو لازم يكون ديت بتاع النهارده او ديت كتير او بتاع انبارح مش اكتر من كده بعد كده اتكلمنا عن السبج بتاع الدوكيمس النوع الدوكيمس اللي احنا بنستلمها دي نوع وبعدين احنا ليه بنستلم الدوكيمس دي هل هي for information ولا for approval ولا for review and comments تمام نشوف ان حد ماضي عليها او هي صميت الدوكيم المكتوب عليها اسمه مدير المشروع ويكون موقع بالاسم بتاع تمام واخر حاجة قلنا اللي استعم لازم تكون كل حاجة احنا بنستلمنها لو احنا استشاري فاحنا لازم نتأكد ان كل حاجة تكون مخطومة بختم المقاول على كل ورقة اللي احنا بنستلمه واخر حاجة قلنا المرفقات تكون مظبوطة ويكون مكتوب في الكوفر بتاعنا ده اي حاجة بتريفير لعدد الاتتاتشمنت والورق اللي موجود مع الدوكيمينس اللي احنا استرمناها ده تمام بعد كده اتكلمنا عن الريجستراشن حد فاكر احنا كان عندنا كام نوع من الريجستراشن احنا اتكلمنا عنه استاذ كردوس بيسأل هاي دي اول دي محاضرة اللي هي هقدر اتابع احنا كل مره بنامي الريفيو على الابلي كده فإن شاء الله هتقدر تتابع حدريك لو شفتها من على يوتيوب هتقدر تتابع معنا مش مشكلة اللوكس ايوة ايه اللوكس اللي احنا تكلمنا عنها Transmitter ايه كمان Shop Drawing Look Correspondence Request for Information The IR والMIR Requestate ورسالات Material Submitted Inspection Request Materials Approval Material Inspection Twist RFI Aspent Drawing Correspondence بالظبط دي كل الدوكيملز اللي احنا بنقول عليها ان احنا بنعملها Registration جوه الفائل زي عندنا او جوه السجلات بتاعتنا طيب ايه الداتا اللي كانت بتبقى مطلوبة مننا ان احنا نعملها كان فيه عندنا data اساسية mandatory كان فيه عندنا data اختيارية ممكن نبقى نكتبها وممكن ما نكتب هاي شي بقى حاجة حسب اختيار بقى اختيار من قلش داتا ونسقط داتا رسي دات بزبط كده داتو فريسي داتو مش داتو بس بزبط بزبط رفنس نمبر رفزي 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 احتيار في documents الدروب list دي جزء من الحاجات اللي احنا من التكنيكس اللي احنا منتعامل فيها في ال 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 action code رومو تيو دي بتبقى في ال correspondence بال بالضبط نعمل يا استاذ محمد طهن علشان فعلا علشان نسهل علينا نسهل علينا ان نعمل نسير ش على documents status building الarea في الرسومات cover due alarm بالضبط كده الزبط هي دي كل الداتا اللي احنا بنابقى محتاجين ان احنا نكتبها احنا بناخد كل الداتا الموجودة عندنا في ال cover ونبتدي ان احنا نكتبها تفصيليا في ال register علشان لما نيجي ندور عليها يبقى عندنا الداتا دي كلها احنا بس بنضخل نبص في documents الاصلية دي على comments على details اكتر على حاجات انا مش محتاجة ادور عليها يعني كل البيانات اللي انا محتاجة ان ادور عليها تمام عشان توفر لي وقت صلح كده بنتكلم عنه في distribution قلنا ان هو ده اللي احنا بنشتغل فيه دايما في distribution بسيط حاجة من ضمن اهم الحاجات اللي احنا بنتعامل فيها في distribution عشان هي بتسهل علينا كتير جدا ان احنا بنوضع ال documents بتاعتنا في وقت قياسي وقت بسيط ما بنعودش نبوض كل شوية مين اللي مسؤول عن documents دي اوديها من فين ولا جيبها من فين بيبقى عندك موصوفة وتقول ان كل document حضرتك هتستلمها المفروض ان هي تروح لمين من غير ما تقعد تسأل فيها مدير المشروع او او اي حاجة من كيف فبالنسبة لنا ده كانت اكتر حاجة بتسهل علينا الشغل فين احنا بنستلم الحاجة وبنعمل لها وثالت خطوة عرضوها ان احنا بنعمل لها distribution عشان ما يبقاش عندك دي واحنا قلنا ان احنا دايما بيبقى عندنا الجاب ما بين الreceived وبين distribution قلنا فترة زمانية لا تتعدى ايه لو حد فاكر الظبط كده لا تتعدى يوم عمل لو حدرتك استلمت النهاردة الساعة خمسة يبقى كبيرك بكرة قبل الساعة خمسة تكون بتاعتك دي تكون هي بالظبط 24 ساعة او يوم عمل 8 ساعات عمل التاني يوم لازم تكون موجودة عند الشخص المسؤول علشان ما تبتديش انت تاخد وقت كمان اضافي زي الوقت وانت كمان تاخد وقت تاني في نهاية الترك ان عندك او انت تقع في المشكلة انها ممكن تتنسي انها ممكن تدخل في ورقة تاني يبقى عندك مشكلة كبيرة ده الجزء اللي احنا خذناه المرة اللي فات تمام هنبتدي النهاردة المحاضرة التامنة ان احنا نبتدي نتكلم عن control of computerized data احنا عندنا ال data دي انا دلوقتي خلاص انا عملت registration documents بتاعتي وديت الاصل بتاعي اللي هو original copy اللي عندي ال data للشخص المعني هبتدي ان انا اعمل system عندي على computer اللي عندي علشان اcontrol data اللي دخلت بالطريقة دي طبعا احنا عندنا نوعين من data سجلات و information تمام السجلات دي اللي حاجتك بتكتبها بيدك زي registration زي excel sheets زي access مثلا حاجات اللي انت بتدخلها على اعتبار النهية سجل اللي انت بتسجله في حاجة تانية زي مثلا ال documents اللي بتعمل لها scan عندك وانت بتحتفظ بيها طب هتحتفظ بيها زي هتحلح تحط كل data المشروع في folder واحد وتتعامل على اساس النهية دي ولا احنا بنتعامل ان احنا بنعمل scan وبنعتمد ان ال scan ده مكتوب فيه date بتاع النهاردة فخاصة انا مش محتاج اعمله rename طيب ممكن يعني كل واحد كده يقول هو بيتعامل في data في soft copy بتاع data ده ازاي هل انت بتعمله rename ولا هل بتسيب وتقدر تعمله classification باني طريق خلينا عن ال hard دلوقتي شوائح دلوقتي بنتكلم ع ال soft نتكلم ع الحاجات اللي دخل ع ال computer انت عملتها scan وعملت منها خلاص ال excel sheets بتاعتك عملت لها register هتبتدي ان انت هتعمل لها تصنيف تمام by type يعني ايه by type وضح لي اكتر كده استاذ نبيل اولي استاذ احمد ايها سوري rfi material submitted scan rename renaming by code تمام يعني ايه renaming by code scan rename saving folder and file استاذ تمام كل وثيقه على حسب التأسين تمام rename بقى احنا بنعمل rename ازاي يعني هل في standard حضرتك بتعمله في rename ولا انت بتعمل rename بتكتب عليها مثلا material submitter رقم واحد مثلا coding تمام coding system فاكرين coding system اللي احنا اتكلمنا عنه في حد فاكرة اتكلمنا على coding system فين بالزبط in drawing بس احنا كنا اتكلمنا عنه امتى اتكلمنا عنه اتكلمنا 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 على كده اتكلمنا اتكلمنا ايه هي الحاجات او العوامل اللي بتساعدني ان انا اقدر ان انا اعملكم control على ال data بتاعت دي اول حاجة authorization and authentication ثاني حاجة ال access control بعدين ال use بعدين backup and recover بعدين integrity واخر حاجة encryption and decryption هنشرحهم واحدة واحدة ونحاول نفهم كل حاجة ما بينهم الفرق ما بين كل واحد اول حاجة ال authorization ال authorization authorization معناه ان هو التفويد التفويد ده يعني التفويد ده مصطلح بيطلق على منح الحقوق والامتيازات اللي بتتيح مستخدم معين بتتيح لمستخدم معين وصول شرعي للمعلومات او وصول شرعي للنظام يعني انا دلوقتي عندي موظف جديد دخل عندي الشرك تمام لازم اديله authority ان هو يقدر اي system عندي في الشرك طيب هو ده ال user بالزبط ال user ذات الوقتي عندي هل هو document control هل هو مهندس هل هو محاسب على حسب الوظيفة بتاعه تمام طيب نفترض ان هو مهندس طيب هو مهندس ايه هو مهندس معماري بس فهو محتاج ان هو يaccس على كل system ويقدر ان هو يأدت بس على الجزء بتاع القصل بتاع المعمار تمام ما ينفعش ان هو يأدت في اي قسمتين طيب فاول حاجة قلنا ان التفويت ده هو مستلح بيطلق على منح الحقوق والامتيازات التي تتيح لمستخدم وصول شرعي الى النظام طيب لما بتيجي تنزل مثلا على الجهاز بتاعك software مثلا زي adobe acrobat reader تمام السيستم الجديد الوقتي ان حضرتك بيجي ال-IT وينزل ال-program ده عندك وبيبتدي بعد كده ان هو يحط مثلا ال-email بتاعك as a authorization ان هو يدي لك انت authority ان انت تستعمل ال-license ده كمام حط ال-email بتاعك وقال خلاص ان ال-email ده هيدخل على ال-account ده بالطريقة دي كتب serial number وكتب كل حاجة وزبط التاني كمان البرنامج ده لازم يتأكد ان ال-email ده حضرتك اللي بتستخدم فهيعمل ايه هيبعت لك code number على ال-email بتاعك علشان يتأكد ان ال-email ده صحيح وان اللي بيتعامل على جهاز ده هو ال-auler بتاع ال-email فحضرتك هتكتب ال-number ده او ال-code اللي هو بعته لك ده في ال-application بتاعة ال-adop acrobat reader علشان يتأكد انه ده يرجع تاني يعمل خطوة تانية اللي هو بيبقى عاوز يعرف رقم موبايلك علشان يتأكد من الشخصية ده عشان لو ال-email حصل فيه حاجة يبقى عنده third party يقدر يتعامل معاه تمام فبيقوم بعتلك code تاني على الموبايل عندك بيتطلب منك رقم موبايلك وبعدين بيقوم بعتلك code ده على الموبايل بتاعك ثم انت ادالك القدرة ان انت تتعامل بال-email ده او ادالك الحق او الانتياز ان انت تتعامل بال-email ده على ال-license دي وفي نفس الوقت اتأكد قدر ان هو يعمل المصادقة علشان يتأكد ان الحاجتين دول شغالين وان الحاجتين دول بدوعك ال-email وال-telefon ده تمام واضحة كده الحتة دي طيب نيجي بعد كده مرحلة المصادقة دي بتلازم تتم عن طريق حاجتين عن طريق username وعن طريق password لو ال-password ده حصل فيه مشكلة هو بيبتدي ان هو يرجع لل-third party اللي هو واخده عشان يقدر يرجع لك فيهم يعمل verification بال-sub-ticket فهو بيرجع لإما لل-email لإما للرقم الموبايل بتاعه فبالتالي وانا بعمل اي system لازم يبقى عندي او ان انا وانا بحط system ده على server عندي لازم ان انا اقدر اعمل الخطوات دي او يبقى عندي access ده على الجهاز عندي او على server عندي علشان ابتدي اتعامل في system الصح ادي كده واحد طيب رقم اتنين ال-access control ال-access control دي يعني ضوابط الوصول طيب يعني ايه بقى access control انا كده دلوقتي اديت الصلاحية وتأكدت ان انا لو انا عنده مشكلة ان انا اقدر من فين اتأكد ان ال-email ده بتاعه والموبايل ده بتاعه لو حصيت مشكلة في طريقة تانية ان انا اقدر ان انا اوصله به طيب ضوابط الوصول دي عبارة عن ايه هي طريقة من طرق اجراء ضوابط الوصول لنظام قاعدة البيانات هي طريقة لمنف او الغاء امتياز انت الدخول تمام مين دي ال-access انه هو يقدر يدخل يعمل الحاجة دي انا سيء مسلا انا مسلا عندي server بالضبط كده full access او read only انا دلوقتي مسلا عندي server هل انا كdocument control ليه ال-access على documents اللي قدامي او على data اللي عندي ولا انا ليا limited access طيب لو انا ليا ال-access هل في حد تاني لفول access معايا لازم يبقى معروفين مين الناس اللي هم بيسموهم ايه بيسموهم admin يجي على اي server بتبقى موجود لازم يبقى فيه حتة كده اسمها share في مكان موجود على server drive مثلا كل الناس تقدر تخط documents بتاعتها وشي documents بتاعتها دي ليه دي فايدتها انه هو لو حضرتك عاوز تبعد حاجة بالإيميل بدل ما تبعد بالإيميل ويبقى لودة عندك على الان على space بتاعت دي الفوانية واخدها تمام او ان انت بتقدر ان انت تحط ال data دي عشان تبقى share لكل الناس التانية تقدر تشوفها في الشركة معك او في ال project طيب هل في حد لي access وحد ملوش access على الجزئية دي على drive ده لا drive ده كل الناس ليها full access عليه تمام يقدروا انه هم يحطوا data بتاعتهم ويقدروا ان هم يشدوها ويقدروا ان هم يعملوها دي لذلك الحاجة دي تبقى بس محطوطة for time انت بتحط الحاجة بشكل مؤقت وبعد كده حد تاني ياخد وخلاص كده احنا مش محتاجين احيج اسمه share drive ده تمام طيب انا كdocument control عندي drive انا بس هو shared limited access لكل الناس انها تقدر تعمل لها view بس انا بيبقى عندي full access ان انا اللي بشتغل عليه ان انا بدخل ال data عشان محد اش تدخل يعملي delete data بالغاية تمام كل الموجودين معي في ال project بيقدروا ان هم يشوفوا ال data دي once انا حط طرف مكان اوك وانا اللي ببقى خلص عندي full control طب انا فيه جزء تاني انا مليش فعلي full control جزء مثلا drawing مثلا اللي هي الناس بتبقى شغالة عليها اللي المهانسين بقى شغالين عليها الجزء بتاع الحسابات جزء بتاع الحسابات ده مثلا ما بيبقاش حد عايز يشوف اصلا اي حاجة عندهم انت محتاج مين يشوف ال data بتاع هي برضو بتبقى اداة المفهوم الرئيسي للالية دي ان هي توفير الية امان مرنة وقوية عن طريق اخفاء اجزاء من قاعدة البيانات عن مستخدمين معينين انا دلوقتي قاعدة البيانات بتاعتي موجودة على السيرفر في department واحدة اللي ليها full control عليها تمام بقية ال department التانية هما اصلا مالهمش access ان هما يشوفوها مش هما مالهمش control عليها هما اصلا مش شايفين ياهدن لكل department بقية ال department التانية وفي ناس معينة هي بس اللي بتقدر تشوف الحاجات دي عندهم طيب انا كده حددت ان في جزء من الناس بيقدروا ان هما يأدتوا هنا في جزء من الناس ان هما بيقدروا يفيو ال data دي او ان هما ريد قولي ال data دي وفي ناس ما تشوف هاش خاص تمام فبالنسبة لي كده ان كده سيرفر عندي انا كملت كل ال عندي جزء انا محتاجة ان حد يقدت عليه جزء محتاجة ان حد يشوف بس data من عليه جزء مش عاوز حد يشوف اي حاجة من عليه تمام دي اهم تنت حاجات احنا لازم نتعامل فيهم في اي data موجودة عندي على سيرفر طيب ايه كمان حاجة مهمة تانية ان انا اخد بالي منها وانا بتعامل على السيرفر الباكب الباكب والريكوفير الحاجات المهمة جدا ان انا يبقى عندي باكب بيتعامل بطريقة دورية بمعنى ان انا الباكب دا يعني لو انا حصل عندي اي مشكلة لو دخل عندي فيروس بالغلط ممكن يبوز عندي كل الدوكيمونس الموجودة عندي وانا بالنسبة لي لو مش حصل الدوكيمونس دي في مكان تاني سيكيور فانا كده انا وقع في مشكلة فاحنا دايما عندنا هنا بالزبط النسخة الاحتياطية فالنسخة الاحتياطية تمام فاحنا هنا عندنا رول بتقول ان الباكب لازم يحصل بطريقة 3 2 1 حتى عنده فكرة ايه 3 2 1 دي حتزجربها طب نسمع اي اختراحات it's required only sometimes لا مش لازم sometimes صلاحيات كاملة 3 لا خلص ايه ملحاش علاقة بالصلاحات احنا الوقت بنتكلم عالبكب احنا خلصنا جزء بتاع الصلاحيات نتكلم عالبكب اللي احنا بنعمله لكل السيرفر بتاعنا او كل الداة بتاع we make backup one one share point or one drive تلات نسخ احتي او استاذ اسلام قرب تمام weekly monthly books cloud or in cloud مشي ده في حالة ان انا هشتري cloud انما احنا بنتكلم عطريق المانيول البسيطة خالص اللي انت بتبقى مسؤول عنها يعني موضوع ان انت تعمل backup على حاجة زي كده محتاجة budget من الشركة او اتجاه للشركة ان هي بتعمل ده انما احنا بنتكلم عن حاجات البسيطة جدا اللي احنا انت كdocument control تبقى اسؤول عنها وتبقى عارف ان دي حاجة مهمة ان هي لازم تعلم weekly backup on external hard disk استاذ محمد مكي قرب شوية لا مش مفيش override استاذ محمد توهامي بيقول ثلاثة نسخ ثم يتم نسختين بعد ثم بيتامل ايوة outside الزبط كده الpoint بتاعت 3,2,1 دي بتقول ان احنا لازم يبقى عندنا من اي حاجة مهمة 3 copies original and two backup for it تمام التوب backup دول لازم يبقوا على hard disk مثلا او على dvd او على اي shield drive او حتى لو على one drive اي حاجة مثلا بتترفع عليها لازم تكون ملهاش علاقة بالانترنت مهمة جدا ان الحاجة اللي انا باخد منها backup تكون بعيدة على الانترنت عشان ما يحصل البروجيكت اللي انا شغالة في يعني انا مثلا لما كنت شغالة في القاهرة فكان عندي ان انا بعمل weekly backup مثلا باجي اعمله يوم السبت الصبح يوم السبت الصبح يوم لحد ما الدنيا بتبقى شغل اخف خلصنا كل يوم الخميس بيبقى لسه السبت الصبح يوم وبدأ تشتع فكنا دائما بنعمل backup بتاعنا weekly على الheart بتاع السايت مثلا ايه كل يوم سبت كده الاسبوع نيجي بعدين كل شهر كل اول شهر بنقوى عاملين backup تاني على بتاع الشهر ده المفروض ان هو مايبقاش موجود في السايت فكنا دائما نعمل الbackup الشهري ده ونحطه على hard disk ونبعته الhead office تاخد منه عندي يبقى عندي مكان آمن للdata بتاعتي كلها في مكان بعيد عن السايت تمام تمام انت كمان document control مهم جدا ان انت قبل ما تاخد اجازة طويلة قبل ما تاخد اجازة عيد اجازة مصي اف اي نوع من الاجازات دي مهم جدا انت تعمل backup قبل ما تمشي اخر يوم وتحتفظ بعيد عن مكان العمل لان اللي قدر الله ممكن تحصل اي مشكلة وانت مش موجود زميرك اللي داخل يعمل شغلك وانت مش موجود يعمل اي حاجة بالغلط ومش واخد باله يضيع لجزء من backup ترجع انت بعد كده تلم من اول وقت لو انت عندك backup لمدة اسبوع فانت عندك بس هتبقى مشكلتك في انت تلم الشغل بتاع الاسبوع ده انما لو انت بتعمله لأكتر من شهر او اكتر من جده هتبقى عندك مشكلة كبيرة جدا انت تقدر تلم ال data في الفترة زمنية الطويلة فزي ما بنقول هنا backup بيتعامل three copies one original في مكانها بعد كده two other copies بيتعاملوا على hard disk برا او اي حاجة external بايدة عن system مالهاش access على الانترنت واحد منهم لازم يكون تماما عن استخدام تمام ايه كمان الانتجر ده مهم جدا في اي system احنا بنعمله لل data عندنا ان هو يكون فيه تكامل ان هو يبقى عندنا كل data بتاعتنا موجودة معمولها update فقط واحد ان انا ما بقاش منقصة اي حاجة تبقى كل department ماشي عليها نفس rules بنفس الطريقة بمعنى ان انا ما ينفعش ان انا اكون بعمل renaming بطريقة و renaming للمaterials بطريقة تانية لازم نفس السيكونس اللي انت بتتبعه هنا لازم يكون نفس السيكونس بتاع بقية الدوكين تانية بحيس ان انت لما تحصل عندك مشكلة وتيجي تعمل search على الحاجة انت بتدور عليها search ده يبقى انت عادر ان انت توصل بسهولة تمام قادر ان انت تعرف ان انت يبقى هو نفس السيكونس تمام فمهم جدا ان يبقى احنا عندنا تكامل في الشغل بتاعنا ويبقى عندنا طريقة احنا مكملين بها الشغل كله من اول الاخر وما فيش حاجة مختلفة عن التالي فنحط القاعدة من الاول ومن اول ما انت بدأت او من اول ما بدأ معاك المشروع بتاعك وتمشي على نفس السيكونس لحد اخر المشروع وبيلازم يكون السيستم بتاعك الى حد ما فيه جزء من المرونة ان انت تقدر تزود حاجة لو في حاجة قلقتلك في نص المشروع مثلا او في حد عنده feature request data معينة فتقدر ان انت تتعامل بيها في النص كده تمام طيب اخر حاجة بنتكلم فيها اللي هي اسمها التشفير وفك التشفير طيب ده يعني ايه التشفير وفك التشفير انا دلوقتي لما باجي اكتب الباسورد بتاعتي مثلا على بتاعت الATM مثلا الباسورد بتاعتك على الكمبيوتر لو هو بيكتب لك الباسورد بتاعتك قدامك كده بعبارة عن كلمات او بعبارة عن حروف فانت اي حد وراك هيبقى هو خلاص اعرف الباسورد انما بتلاقي بتلاحظه دايما انت لما بتكتبها بتطلها لك برا عن نقطة لان انت حافظها بس هو بيديها لك انها نقطة عشان لو في حد بيسجل او حد واقف وراك ما يشوف هاش فالتشفير ده مهم جدا ان انت تعمله في الداة بتاعك طبعا ده مهم جدا اللي احنا نتعامل معها مهم كمان ان احنا ساعات بنعمل الكلام ده في الان لو احنا عاوزين نشوفها البيانات معينة موجودة في الجداول بتاعتنا او ان انا محتاج ان انا اعمل باسورد عشان دي حيث ان هي محدش يقدر ان هو يوصل ها ومحدش يقدر بالزبط عشان مهم جدا ان احنا نرعيها طبعا احنا مش عاوزين ندخل قوي في تفاصيل الـ بس مهم انت تبقى عارف الـ الـ علشان لما تيجي تبني تبقى انت قادر التعامل مع الـ الـ اللي بتعامل معك طريقة ويبقى هو عادر ان هو يوصل لك المعلومة تمام كمان الحفظ من الحرائق ومن السرقة ومن الكلام دا دا بيساعدك في كل السيستم اللي احنا بنتكلم عنه دا دا اللي بيساعدك ان انت ما تخسرش اي دوكومنس عندك في المشاكل دي طيب في اية اسئلة في جزئية دي طيب خلينا نكمل الـ دلوقتي احنا بنرقلنا ان احنا الـ لازم يبقى عندنا فايلينج سيستم ثابت على كل على كل الدوكومنس الموجودة عندنا مهم جدا ان هو يبقى الفايل نيم دا يكون صغير يكون مترتب اكون انا عاملة شيرينج لمعاني الـ اللي انا حطاها في الفايلز بتاعتي دا كمان مهم جدا ان تبقى كل الناس فهمة المعاني بتاعتنا دي ولازم القلم انس اللي انا بحطها فيه تكون معروفة طيب عندنا شوية زوابط كده في الفايل النيم بتاعت الفايلز اللي احنا نستعمل اول حاجة ان هي لازم تكون معروفة محطوطة مثلا بهدف او تكون لها علاقة بالدوكومنس بتاعتنا اللي جوه اللي جوه الفايل دا تمام لازم ان هو ما يزدش عدد الكاراكترز بتاعت الفايل نيم عن 25 حتى عنده فكرة احنا ليه بنحاول ان احنا نعتمد ان احنا نخليها قليلة بقدر الامكان في الفايل نيم بتاعتها ليه احنا مش بنحب اللونج نيم بتاعت الفايلز او مش بنفضل ان تبقى فيه اللونج نيم بتاعت الفايلز حتى قبل المشكلة دي قبل كده بالضبط احنا عندنا مشكلة ان انت بعد فترة من الزمن بعد ما بتعمل فايلز كتير عندك فولدر جوا فولدر في الاخر الويندوز في الاخر عنده لمد ان هو يقدر يفهم الفايل ده او يقدر يعمله قبل هيبقى موجود عندك هالسيرفر مشتتقدر تعمله باك هتلاقيه فترة كده تيجي تنقله فمش بيرضى ان هو يتنقل علشان كده بنقول ان احنا لازم ان احنا يبقى العدد بتاعت بتاعتنا بتاعت بتاعت اسامي الفولدرز والفايلز اللي هو الفولدر تكون بسيطة وتكون صغيرة وتكون مختصرة على قد ما تقدر علشان بعد كده تقدر ان انت تتعامل بيها بسهولة وتقدر ان انت تنقلها من مكان لمكين طيب يبقى كمان بنبد عن زي مثلا زي زي مثلا زي الات الكلام ده تحاول ان انت دايما تبقى الحروف بتاعت الفايلز بتاعتك بتاعت بتاعت الفايلز تكون ما بينها بس ما فيش ما بينها تماما ما بينها داش بس اللي انت هتستعمله من الاول يفضل هو ده السيستم اللي انت هتستعمله طور فترة المشروع يعني ماينفعش ان انت في اول مشروع بتبديها underlines وبعد كده تيجي في نص المشروع تقول لا خلص مش عاجبني underlines هعملها درس تمام فمهم جدا ان احنا نفضل ماشيين على نفس السيقوين اللي احنا شغالين عليه ونبعد عن special characters ونبعد عن spaces علشان يبقى لما تيجي تعمل search تبقى عارف ان انت تعمل search بسهول كمان ان احنا احصل لنا ان احنا نستعمل capital letters احسن من انت تستعمل small letter تمام وتبعد عن slash لان مثلا ال slash ده ما بتقبلش مثلا فيه جزء من الفائلز ما بتقبلش فيها ال slash فيه دي ما ينفعش انت تستعمل حاجة تانية انا بالنسبالي بعملها ال format بتاع date انا واحدة من الناس اول ما بقعد على جهاز computer او lab او اي حاجة انا بستعملها لأول مرة اول حاجة ان انا بدخل اعملها ان انا اعدل date اللي موجود ال format بتاع date بتاع الجهاز بحيس ان هي تبقى واضحة بالنسبالي في كل حاجة قبل ما بطيدي ان انا اشتغل في اي حاجة تمام بحيس ان انا ما جيش اشتغل مثلا في file excel هو شغال date month year الا ايه بعد كده اشتغلت انا في حاجة تانية بقت month date year انا كده هيبقى عندي مشكلة ان انا هبقى في مشكلة ان انا مش عارفة هي الستة دي هو يقصد بها ستة واحد ولا واحد ستة يعني كتبست براكتس بالنسبة لنا في جزئية دي ان انت تخلي date مكتوب بالارقام والmonth مكتوب بالحروف والyear عدية هو هيفهمها بعد كده لو انت تبعت الستم ده في كل الرينام بتاعك او في كل الكلام اللي انت بتتعامل فيه في الدكومنس بتاعتك او في data بتاعتك اللي ع السيرفر او اللي ع الكمبيتور هتلاقيها ماشية بطريقة سريسة جدا ماك بيحصلش اي conclusion ما بينك وما بين اي حد تاني تمام فمهم برضو ان احنا نحط ال dates تكون مصبوطة وتكون موحدة ما تبقاش بتتغير من وقت للتاني مهم جدا في الرينام انا اعرف ال tokens دي in ولا out علشان اسهل بتاعها معودش كتير ان انا عاود افتحها او مضطرة ان انا افتح الفايل بتاخد مني وقت على الفتح فبتاخد مني وقت طويل ان انا افتحها واعود ابص فيها هي d in ولا out طب انا وقت ما بتيجي انت اتسارش بتحدي اي حاجة تبين لك ال data دي اسرع وقت تمام طيب الفايل اندكس ايه هو الفايل اندكس هكده اتكلمنا عال فايل نيم حتى عنده فكرة الفايل اندكس انسور فلدر ستركش تمام فلدر ستركش تقليم الفلدرات سلسلة منطقية لعي مش فلدر سيدي ايه بالعرض اسمها الفاهرسة فاهرس ايوة بالضبط فاهرس او دليل لطريقة الترتيب بالضبط كده فاهرسة المستنى دي الاندكس يعني الاندكس الفاهرسة بتاعني نظام مرتب يمكن من خلال وتحديد المستندات والاوراق المطلوبة بسهولة للتخلص السريع من الامور العجلة او العداد بمعنى ان انا عندي بيبقى عندي اندكس كده لكل الدوكيمونس اللي ها بتعامل بيه تمام هي مش تركين مستندات هو اسمها فهرس انا بقى حطة الفولدرز اللي انا هتعامل بيها كلها من الاول مشروع لاخره بقى ان هي دي اللي انا هتعامل بيها ومافيش وهيبقى فيه جواها سب فولدرز بس مفيش فولدرز تاني تمام ومن ضمن الفهرس دي احنا بنحط فيها بقى كل حاجة انت ممكن تتعامل بيه تبقى واخد كل دوكيمونس تبقى واخد ديجت بحيس انت لما تيجي تدور عليها هارد كابي او صوف كابي تقول واخد نفس الدجت بمعنى ان انا مثلا لو قلت ان بتحمل رقم واحد باتلاقي مثلا واخد رقم واحد فما فيش اي حاجة في الدوكيمونس او في الموجودة عندي واخد رقم واحد غير اللتر مثلا طيب هل هتختلف عندي الهارد كابي من الصوف كابي لا طبعا المفروض ان هي تكون لازم الفهرس اللي عندي موجود في الصوف لازم هو بالزبط هو هو في الفايل اللي هيبقى رقم 1.1 يبقى هو برضو في الهارد 1.1 بقى برضو موجود في مكان وابقى انا عارفة مكان ومن خلال الصوف اللي عندي ابقى انا عارفة مكان الفولدر ده او الفايل ده الهارد بتاعه موجود فين فقان هو مكتب وفقان هو رف وفقان هو دول تمام ده سهل جدا ان ان انت تعرف توصل ده ان لما يجي تعمل عليك هو عاوز يوصل لفايل معين من خلال شدة الاخسل بتاعك او من خلال السجلات بتاعتك هيبقى هو كده متأكد ان انت عارف توصل للداتا بتاعتك من اي مكان طيب ده كده معنى الفراسة بتفتكروا ايه الهدف من انا اعمل الاندكس ده وليه انا اعصر دماغي في كل الداتا اللي انا بتعامل فيها وكل الانفورميشن والدوكمنس اللي انا بتعامل فيها عشان عمل لها اندكس اعرف وصل لهم سيف طيب تمام هايبر لنكس لا ايام شايبر لنكس بسهولت الوصول سهولت الوصول تطبق الصفت مع الهارت تمام هتان دواني اغفتاني بس اغفت تانزين الهدف من الفهرسة او الهدف من الاندكس اللي احنا منعمله ده اول حاجة انه بيساعد في الفايل لما انت بتيجي تعمل الفايل وانت عارف ان الورقة اللي في ايدك بتخط الفايل رقم سبع هيسهل عليك كتير جدا ان انت تدور في الكلام اللي موجود قدام في كل الموجود قدامك سهل ان انت تدور على رقم اكتر ما انت تدور على كلم فده بيسهل عليك ان انت بتيجي تعمل الفايل ان انت تعرف تلاقي المستعد اللي انت بتدور عليه بسهولة وانت تقدر تحطه في مكان وصولة وتقدر تسترجعه كمان بسهولة جمدة جدا اتنين بيبقى زيادة كفاءة طريقة انت وانت بتعمل الفايل بتاعك اولا هتعمله فقط قصير سنين هتعمله بكفاءة جمدة جدا لان نسبة الخطأ بتاعتك هتعتبر ان هي مثلا زير لو انت بتدور على حاجة في ال في ال داتا دي او في الفايل ده مثلا بالاسم اوكي ثالت حاجة تحسين كفاءة عمل المكتب كله يعني اي حد بيدخل يدور ممكن يدخل يدور جوه الفولدر ده ويتوه جوه الفولدر بس مش هيتوه بره هتلاقيه هو دخل في المكان ودخل ان هو قاعد يدور في الدوكيمينز جوه في نفس الفولدر اللي جوه بس في الاخر عارف ان هو يوصل للفولدر فسهل جدا انت تعمل مثلا او ان انت تدي الدوكيمينز بتاعتك دي لو انت مسلا عامل مزبوط وجالك مهندس جديد او جالك او اي حد جاي يشتغل معاكم في المصطف جديد هتبقى سهل عليك الوقت اللي انت هتقضيف ان انت تقضيف في كل الدوكيمينز الموجود عندك اقل لان انت حاطتها بترتيب ومش هفيش حاجة هتروح من على مالك وهيبقى سهل انت تتعامل مع الناس اللي حواليك ومع نفسي اخر حاجة علشان توضح المعلومات الاساسية المتعلقة باي موضوع اي دلوقتي عندي في كل دوكيمينز عندي حاجات اساسية عندي مثلا الاسكاديو وزا عندي مسلا البيمن عندي الكلوز او الدوكيمينز كل حاجة من الحاجات دي بتبقى هي عبارة عن فولدر كبير وتحت منه ساب فولدر ستانية بس في الاخر كل ما يتعلق بالموضوع ده مالمون كله في مكان واحد مش هتغلط تدور مش هتغلط تفتح اكتر من فايل تقول لانا الدروم بتاعتي كانت في المكان الفلاني لانا نهاتش بتاعها كان هناك كلام ده هتلاقي كل ما يخص الدروم في فولدر معين فهو ده الفولدر اللي انت هتدخل تدور في تمام طيب احنا قلنا كده اساسيات نظام الفهرس اول حاجة لازم يكون الفهرس بتاعي لازم يكون بسيط لازم يكون الفهرس بتاعي البسيط علشان يبقى سهل على الناس التعامل معك ويبقى سهل عليك انت كمان ما تبقاش معقد احسلك انت تفاعمل تاني حاجة الاقتصاد السيستم البسيط اللي انت عامله ده اهم حاجة انه ما يكونش محتاج وقت كتير واده مساحة كبيرة لان مساحة كبيرة هتطلب منك ان انت تحتاج قصة اعلى انت هتحتاج بدل ما تبقى محتاج هارد ديسك واحد تبقى محتاج اكتر من كده فانت بالتالي لازم يكون السيستم اللي انت حطه بتاع الاندكس يكون اقتصادي جدا علشان تقدر تتعامل فيه ثالت حاجة المرونة لازم يكون مرن ويكون قابل للتعديل او للاضافة بمعنى ان انا مثلا لو انا عندي لو انا عندي لو ظهر مثلا عندي داكنس معينة في المشروع انا ما كنتش بتعامل فيها لاما يكون انت شايل لها مكان معروف المكان بتاعها دا في الدوكنس من اول اول انت تقدر تضيف لها مكان تاني توجد لها مكان او تجيب لها ساب فولدر تحطها فيه تمام مهم جدا ان يبقى عندك السيستم اللي انت حطه دا يكون مرن رابع حاجة الكفاءة لازم الانفورميشن موجودة فيه حطت الساب فولدر بطريقة كويسة عمل الساب فولدر جوا جوا كل مين فولدر بطريقة متشابهة بحيس ان اللي يدخل ما يحسش ان الدنيا متلخبطة بين الساب فولدر والساب فولدر التانية فمهم جدا انه هو يضمن سرعة التشغيل بتاعتك ويبقى فيه حد ده ادنى من ال تمام رقم خمسة السلامة لازم ان انت تحمي الساب فولدر والساب فولدر والسيستم بتاعك ده بطريقة تمام بمعنى انت لازم تبقى حامي الحاجة بتاعت بسوفتوير معين بالداتا معينة عندك يعني حاطتها في مكان انت في الاخر عارف ان انت تكنترول عليه تمام بعد كده رقم بالملفات التانية ماينفعش ان انت تبقى انت شغال في وانت جايب الاندكس مثلا بتاع شركة شركة مثلا ادوات مكتبية مثلا او شركة اسمه اي ده ادوات شركة ادوية مثلا لازم يكون السيستم اللي انت حاطه ده متوفق مع نوع الدوكيمين اللي انت بتتعامل بها بتبقى الناس عارفة اسامي المينفولدرز وعارفة ان الساب فولدرز اللي تحتها عاملة زي فولد شورت كده انت قادر ان انت توصل لهم اللي اتنين ببعض عشان يبقى بنسبال الموضوع عسر اخر حاجة اللابلز لازم يبقى فيه واضحة ويتبين انا فين المين المينفولدر وفين الساب فولدر بتاعتي فين المينفولدر بتاعي وفين الساب فولدرز بتاعتي اللي تحتي علشان يبقى فاهمة او ان انا قادرة ان انا اتعمل فيه ده السامبل بتاعنا للاندكس بتاعي تمام خلينا كده نشوفه بطريقة اساملين كده ده الفايلينج اندكس بتاعي تمام يعني هو ده يعني ده لعش غال عليه فانتو ممكن تقدروا تعملوا ده ممكن لو حضرتك شغال في شركتك بطريقة تانية ممكن في الاخر نقض نتناقش فيه لو في حاجة نقصة لو في حاجة زيادة لو في حاجة مش مش محدودة في مكانها نتناقش في الموضوع ده اول حاجة في لازم تكون يمكن ده اهم حاجة واكتر حاجة بتبقى موجودة في كل ال 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 موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر طبعا اهم حد بيبقى عندنا موجود في اي project اول حاجة client فاحنا دايما client بينديلوا number one تمام? في بعد كده consultant, contractor, others لو اي حد عندنا subcontractor او subconsultant احنا شغالين معي بيعتبر بقى تحت others بعدين ده المين? ولو انت عندك اي sub بتتعامل معهم بعد كده ممكن تضفهم تمام? انتو كده شافين معي الشاشة بتاعتي صح? اي جماعة حد شاف الشاشة تمام? طي اول حاجة client اول حاجة هنا بنيه انتو عامل فيها بتبقى client. هنا بنقول ان هنا letters بتاعد من client للconsultant بتبقى بتبقى هنا index number بتاعها one point one point one دي حاجة من client اي letters جاية من client للconsultant بعد كده عندنا من client للcontractor بعد كده عندنا من client لأي حد تاني others ممكن يكون other consultant ممكن تكون subcontractor ممكن يكون اي حد بيتعامل معي ممكن يكون مثلا حد من الجهات الخارجية بره اللي احنا بيتعامل معهم فده كده اول subfolders ليه نرجع تاني هنا للconsultant اي بقى برضو ماشي بنفس السيكونز الconsultant للclient بعد كده consultant للcontractor بعد كده consultant لأي other contact تانيين تمام? لاحظوا هنا ان احنا هنا ادينا المين فولدر ادنيناله number one بتاع الcorrespondents ايجي انا بعد كده كل subfolder تحت منه ادنيناله one point one نيجي بعد كده للcontractor ده بقى one point three لو هو بيتعامل مع ال client فهيبقى اللاتر بتاعته السيكونز بتاعتها one point three point one لو بيتعامل مع ال consultant هيبقى one point three point two لو هو بيتعامل مع اي حد تاني يجريهم هما الاثنين هيبقى one point three point three تمام? وهكذا ال others طبعا نفس القصر طيب دلوقتي انا لو انا عاوز احط هنا لو انا دلوقتي عاوز احط بتاع الفايل زي نطبق بقى الفايلنج اللي احنا الفايلنج اللي احنا كنا متكلم عنه على اللاتر اللي احنا هنحطه جوه كل بوا الساب فولدرز دي يبقى عامل ازاي بقى عازاكو كده تقدمو لي اختراحات لل renaming بتاعت اللاترز مسلا بتاعت من من ال من ال من ال client مسلا من ال client من ال client ل consultant مسلا لا انا مش قصدي على كده انا قصدي ال renaming للفايل بتاع اللاترز اللي احنا هنحطه جوه الفايل بتاع ال pdf اللي انا عملت له سكان هحطه جوه الساب فولدر ده هيبقى ال renaming بتاعه شكله عامل الساب محمد عباس اسم المشروع 1.1.1 موضوع المرسلة لا لا 1.1 استاذ عبدالله بس في حاجه نقصه برده رقم المشروع المالك الاستشاري الرقم في حاجه نقصه client consultant letter رقم كاذب تمام اي واب بالضبط serial مستند يعني موضوع السابق ده يتحطه وما يتحطش اوكي ممكن يتحطه وممكن ما يتحطش بس احنا يعني بالفضل احنا ما نحطوش علشان ال نقلل شوية من عدد الكاراكترز بتاعت الفايل نام الرفرنس اوكي discipline اللاترز مفاش discipline الرفرنس والسبجيكت خلينا نشوفه هنا بص يا جماع عشان نكون متفقين ان نا الـ sequence number بتاع الفولدرز ده ده للفولدرز مش للفايل تمام يعني انا مفيش داعي ان انا كتب 1.1.1 جوه الفايل بتاعي او جوه الفايل بتاع الـ PDF اللي انا جوه جواب تمام ده احنا عاملينه للفولدرز يعني الـ الـ الدرز حول لا لفايل نفسه مش المشتر لفايل نفسه بتاع الترز فانا ما نفاش ناكتب 1.1 جوه الفايل بتاع بتاعالتر فاحنا هنا بنتعامل ازيه هنا اول حي جواps لازم اكتب منها البروجيكت based وبعدين احدد التر ده من من بيتام واحط الترز بتاع الترز ثق 第二個 انا ليه بحط الـ Subject في الـ Letters؟ هنت عنده فكرة؟ انا ليه هنا بكتب في الـ Subject بتاعي جوه الـ Rename بتاع الزبط عشان الـ Search بنسبالي الـ Search يعني لو انا بـ Search في الـ Letter بدل معه دفتح كل الـ Letters دي انا هيبقى عندي سهولة الوصول جدا لان انا كده ممكن استغنى عن الـ Look بتاع الـ Correspondence مثلا ان انا كده اعرف ان انا اوصل للـ Data بتاعتي بسهولة بالزبط جدا فانا ده يعني دي اسهل طريقة انا ممكن اعمل بيها Renaming للـ Letters بتاعتي او الـ Correspondence عندي انا حط فيها الـ Project Reference الجواب ده جاي من مين؟ رايح لي مين؟ serial number بتاعه؟ Subject بتاعه؟ مش لازم تكتب كل الـ Subject بتاعه او كل العنوان حضرتك تقدر ان انت تكتب بس يعني حاجة مختصرة او تقدر ان انت تكتب مثلا اول ثلاث كلمات من الـ Subject بحيث انت اما تيجي تسارش تبقى عارف الـ Conclusion ده بيتكلم عن ايه او الـ Letter ده بيتكلم عن ايه تمام؟ او الـ Subject بتاعه ايه؟ انما انا بالنسبالي في الـ Project بتاعي انا بكتب الـ Subject لحد الاخر عشان لما اجي اسارش في الـ Subject معين او في موضوع معين اعرف اوصل له بسهولة ماتش ادور في الـ Excel sheet بتاعه تمام؟ ده كده اول حاجة في الـ Correspondence دي واضحة واضحة بالنسبالكو كده اول حاجة في الـ Correspondence؟ تمام؟ طيب؟ تاني بلنسبالنا احنا بنتعامل فيها دايماً ومهمة جداً انها تبقى موجودة من اول الـ Project Contract documents. الـ Contract documents من الـ Document المهمة جداً اللي الـ Document Control بيحصل عليها في اول المشروع لازم يحتفظ بها في مكان لانه كل الـ Team بتاعه هيتعامل في نفس الـ Document فاول حاجة هنا في الـ Subfolders الموجودة عندنا هنا الـ Contract Agreement. انا طبعاً عندي Contract documents كتيرة جداً الـ 9 دول اهم Document Contract انا لازم احتفظ بيه او يبقى لهم فولدرز عندي عشان احط الـ Data بتاعتهم جوا. طبعاً اول حاجة Contract agreement, scope of work, general conduction, special conduction, specs, belief quantity, work schedule, drawing, technical specifications. تمام؟ دلوقتي انا بالنسبالي انا كده كل الـ Baseline هو الـ Schedule تمام؟ Baseline هنرجع نكتبه تاني في حتة تانية او هنرجع نحطه تاني في حتة تانية علشان هنكتبه نعمل عليه قبله. بس دي الـ Documents اللي انا بسترمها في اول المشروع من الـ Client او من الـ Sub او من الـ اخدها مسلاً من الـ Client وهي ممضية وتأكد ان هي ممضية وان هي مختمة بختمة original وان هي معمول لها الـ معمول لها scan مضبوط في كل حاجة هي موجودة soft وهارد كل الـ Data دي لازم تبقى موجودة هنا وتبقى انت متأكد من مكانها وبتعمل عليها قبل تأول باول ان هي موجودة عندك ومش نقص منها تمام؟ بيزيد عليها شوية الـ Addendums بعد كده بتبقى موجودة بعدين في فيه Addendums في المشروع تحط برضو من ضمن الـ Contract Document علشان تبقى سهل للناس تعرف توصلك. نيجي نتكلم بعد كده على الـ Program أو على الـ Update Schedule. الـ Business Schedule طبعاً ده اول حاجة اللي احنا بناخدها من الـ Document من الـ Contract Document نحطها هنا للمرة التانية علشان تبقى موجودة عندنا بسهولة وقدر اتعامل بها. بعدين بيبقى عندنا نوعين من أنواع الـ Repetate اللي خاصة بالـ Planning أو اللي خاصة بالـ Schedules. عندنا الـ Lookahead اللي هو بـ Bio Week مثلاً أو زي ما انتم تريدين عليه وشكل عامل إزاي عندكم في الـ Project بيبقى عندنا الـ Update Schedule. الـ Update Schedule ده بيبقى عبارة عن Schedule بياخد الـ Actual بياخد الـ Plan اللي هو عمله في أول المشروع بيقرنوه بالـ Actual اللي بيحصل عليه Update كل شهر. فبتلاقي كل شهر عندك اتنين Lookahead Schedule وعندك واحد Update Schedule بتاع اللي هو الـ Monthly Update Schedule ده. اللي اتنين دول طبعاً انت هنا بتحاول في أول المشروع انت تدخل بياخدك أول باول بحيث ان كل حد بيسأل على الـ Documents بتاعته يلاقيها موجودة. دي لو كانت جاي مع Transmitter of Documents فانت بتحط الـ Cover في Transmitter of Documents وبتحط الـ Content في الـ Data بتاعتك هنا بحيث ان هو يبقى سهل لأن الناس track الـ Documents بتاعتها في مكانها الصحيح. بعد كده Administrative أو Administration Documents يبقى عندي هنا دي بتنقسم الحاجة الـ Consultant والـ Contractor. ده هنا كل ما يخص بقى الـ Organization chart والـ وإيه تاني والـ Site Facility والـ Scadual بتاع الـ Audit Scadual وكل ما يخص كل الحاجات الإدارية اللي خاصة بالـ Project عندي. تمام؟ Site Facilities هنا دي اللي بيبقى موجود فيها Site Plan والشكل المشروع بتاع الـ Mobilization بتاعك شكله عامل زي Plan بتاع الـ Mobilization لو في عندها أكتر من بلان وحصل عليها تحط كل الـ Updates بتاعتنا هنا عشان تعرف توصلها بسهولة وتعرف تكترول الـ Documents دي تمام؟ نفس القصة برضو في الـ Contractor برضو بتحط الـ Organization chart بتاعت الـ Contractor بتحط الـ Site بتاعته إذا كان هو في عنده حاجة خاصة بالـ Mobilization أو عنده برضو حصل عنده أي update بتحطها هنا دي برضو بقي الـ Documents كل ما يخص الـ Administration بتحط في الـ Folder ده. نيجي بعد كده للـ Setting Out ده بتبقى عبارة عن شوية ريبرتات بتبقى موجودة من أول الـ Project عندك بتبقى شوية عبارة عن تكنيكا الـ Reports بتتحط هنا زي مثلا اللي هي الحاجات بتاعت يسموها ايه اللي هي بتاعت التربة وبتاعت الـ Reports بتاعت التربة وبتاعت السويل وبتاعت الكلام ده كله بيتحط هنا لان دي بتبقى حاجة تكنيكا القوي بيستعملها المهانسين في أول المشروع فكل ما يخص الـ Setting Out بتتحط في الـ Project في الـ Folder ده وكل الـ Setting Out بتتحط هنا عشان لو الناس حابة ان هي تعمل عليها modification او ان هي توصلها تبقى عارفة ان هي توصلها بسهولة. نيجي بعد كده لـ Minds of Meeting. لو احنا عندنا كام نوع Minds of Meeting في الـ Projects. progress بالضبط. تكوف ميتن ده اول واحد تكوف ميتن ده برافو عليك. technical meeting بالضبط. coordination. ما هو الـ Coordination بيبقى عبارت وبيعتبر ان هو تكنيكا ميتن. اول حاجة عندنا كاكوف ميتن ده اول ميتن بيحصل عندنا في المشروع تماما. بيبقى هو اللي بيبقى متفق عليه كل حاجة من الألف لليا. بعد كده بيحصل عندنا Progress Meeting. ده ممكن يكون Monthly ممكن يكون Weekly على حسب الاتفاق في الميتن ده اللي عندنا. ميتن بيسمها Commercial Meetings اللي بيعملوها الناس بتاع الـ Commercial اللي هما زي الناس بتاع الـ QS والـ Contract Administrator والناس اللي بيتخصوا في اللي بيجنقشوا فيها الأمور الـ Commercial. في بعد كده Technical Meeting أي Technical Meeting تاني بيبقى له اسمي تاني. في بعد كده Other Meeting لو في حد بقى بيعمل ميتن معينة كل فترة معينة بيعملها برضو بيحطها هنا. طبعا الميتن لو أنا consultant مثلا وانا اللي بعمل ميتن للميتن بتاعتي. فأنا بخلي دايما الـ Original عندي دايما الـ Original بتاع الـ Meetings. الناس بتندي عليها وبتفضل الـ Original عند الناس اللي كتبت الميتن نفسها. بحتفظ بيها separately في المكان ده. لو أنا طلعت حتى الميتن. دايما الـ Document Control بيقوله إن ما ينفعش إن أنا. يبقى عندي Documents ملهاش Folder أو إن هي ملهاش مرجع أو ملهاش Cross Reference. أنا هقدر أرجع لها بيه. فبالتالي لازم أنا دلوقتي الميتن دي. أنا ببعتها زي لو ببعتها بالميل فأنا ممكن أحط الـ Cover mail بتاعها. لو أنا ببعتها عاصل بالميل أحط الـ Cover بتاع الإيميل في الـ Correspondents. وأحط الـ Minutes نفسها هنا. أو أحط الـ Minutes في Attachment مع الإيميل. وتفضل برضو موجودة عندي هنا. مع مللها Classification هنا عشان يبقى سهل إن أنا وصلها. طيب لو أنا ببعتها بالـ Letter. برضو بيتحط الـ Letter مكان الـ Letters. بيجي هنا بقوم أنا عاملة شايلة فصلة منهم الـ Minutes بتاعتي. وحطاها هنا ومديالها Serial Number. بحيث إن أنا أجي بعد كده بعرف الـ Sequence Number بتاع الـ Minutes اللي جاية إنت. تمام؟ بالضبط فيه برضو بالـ Steering Meeting بالضبط يأصد إهانا. ندخل بعد كده في الـ Payment. إحنا عندنا نوعين من الـ Payment. عندنا IBC وعندنا IBA. الـ IBC ده الـ Request اللي بيبعته الـ Contractor للـ Consultant اللي اعتمد اسمه Interim Payment Certificate. تمام؟ فيه بعد كده لما خلاص الاستشاري بيعتمد له الـ Payment اللي بيبتدي يطلعها للـ Client عشان يعتمدها بتبقى اسمها Interim Payment Application. تمام؟ هو خلاص خلاصها مضع عليها اعتمد فيها شوية كميات وطلعها للـ Client علشان يعتمد. تمام؟ فانا بحتفظ بالـ Payment اللي انا باستلمها من المقاول في المكان ده. واحتفظ بالـ Payment اللي طلعت من عندي للـ Client في المكان التاني في الفولدر التاني ده. حيث ان انا اقدر ان انا اوصل له. ثاني عندنا. ثاني عندنا بعد كده الـ Variation Orders. عندنا نوعين من الـ Variation Orders. عندنا Initiation or Variation Orders. وعندنا Variation Orders خلاص اعتمد. وبعتت للـ Client. تمام؟ فانا عندي اول حاجة الـ Initiation ده اللي هو بيبقى الطلب اللي بيبعته المقاول وهو تحت تحت المراجعة او تحت الـ Discussions. تمام؟ اللي يبقى الزبط اللي يبقى أنونس. فيه بعد كده بيبقى الـ Variation Orders اللي هو خلاص اتعمله Application او اتعمله فولد. وخلاص المفروض انه هو مفروض انه هو خلاص كده يتبقى للـ Client للعكمات. فده بيبقى في الـ V-Os. طبعا دي بتختلف من شركة لشركة باختلاف ان حضرتك شغال مقاول او شغال consultant. فطبعا بيختلف عندك الترتيب بتاع الـ Folders ده. قد نصب Folders زي ما احنا عارفين انها بتبقى تقدر ان انت هتتحكي فيها زي ما انت عاوز. من Folders برضو بتقدر تتحكي فيها زي ما انت عاوز. بس ده يعني ده يعني المتعرف عليه في الشركات الهنسية او في الـ Project تحت الـ Construction. بعد كده هنا بنتكلم عن الـ Claims ما هو رقم 9. بعدين عندنا عشرة الـ Contractor Progress Reports. احنا اتفقنا ان احنا عندنا الـ Progress Reports بتسلم كل شهر من الـ Contractor للـ Consultant. الـ Consultant بيطلع برضو ريبورتس تانية بيسلمها للـ Client عن المشروع وعن التطور اللي حصل في المشروع خلال الشهر ده. تمام؟ نيجي بعد كده نتكلم عن الـ Contractor Daily Rebirth. ده هي هنا التقرير اليومي اللي بيبعثه المقاوي لـ Consultant بيشامل حاجتين. شامل المنباور والـ Equipment اللي موجودة عنده في الـ Project. لازم ان هو يبعته لك كل يوم قبل الساعة 12 علشان تقدر ان انت تشكي في فعلا كلامه ده مزبوط ولا مش مزبوط. تمام؟ نيجي بعد كده Transmitter of Drawing. لما نيجي نفتح الـ Documents دي او الـ Folder ده بيلاقي تحت منه الـ Subfolders الموجودة عندي دي. تمام؟ الـ Subfolders دي بتبقى عبارة عن ايه؟ عن الـ Disciplines اللي انا بتعامش لها بيبقى عندي هنا Structure, Electrical, Mechanical, Architecture, Geotechnical, R&D, Landscaping, Transportations, ID, Bridge, General، كل الحاجات دي. لو لاحظتوا هنا ان الـ Subfolders دي بنفس الترتيب في كل الـ Documents التكنيكا اللي احنا هنشوفها بعدين. تمام؟ نيجي بعد كده لو فتحنا ده هنلاقي عندنا هنا حاجتين. Incoming و Outgoing. الـ Incoming ده الـ Data اللي جات لنا. Transmitter of Drawing اللي جالنا. انا استلمته واسكنته. بس هو كان لسه ناقص عليه لسه ما حصلدوش. لسه المهندس اللي عندي لسه ما اعتمدوش. تمام؟ لما المهندس عندي بيعتمد وانا بابعثه للـ Contractor علشان يستلموا. وهو خلاص بيستلموا وبيديني الـ Stample اللي عليه. بقوم انا مسكنه تاني. وحطه في الـ Outgoing عشان كده ابقى عارف ان هي الـ Issue هنا عندي بالنسبة لي خلصت ومعنديش. أي باندينج بورك بعد كده. تمام؟ فالـ Sequence ده هنلاقيمة موجود في كل الـ Technical Documents اللي هتقابلنا بعد كده. فيه Documents تانية برضو احنا بنتعامل فيها اللي اسمها Site Instructions اللي بيطلعها الـ Engineer بيطلعها للـ Contractor. إذا كان هو شايف عند اي مشكلة في السايت فبيطلع حاجة اسمها Site Instructions. برضو بنعمل لها Scan وبندخلها تحت الفولدر ده. فيه بعد كده هنا Request for Information. طبعا احنا عارفين طبعا كل انواع الـ Documents دي او احنا لسا هتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد ان شاء الله. زي ما قلت لكم كل الـ Subfolders هنا كلها نفس الـ Subfolders. تمام؟ باختلاف الرقم بتاع الفولدر هنا الأساسي. المين فولدر. هنا 15 هتلاقي 15.1. هتلاقي هنا مثلا دي 16 هتلاقي 16.1. طبعا دي احنا اختلفت هنا عشان الرقم المين فولدر هنا فوق تغير. وهنا نفس برضو الـ Sequence بتاع الـ Technical Disciplines. Shop Drawing نفس الخصة. الـ Mail Transmitter Record. دي حاجة بيستعملوها الشركات مع السايتس. لو انت تبقى محتاجة ان انت هتتخاطب الـ Head Office عندك لازم يكون فيه نوع من الـ Documents او نوع من الـ Forms لازم انت بتتعامل بيها مع الـ Head Office بتاعك. تمام؟ فدي كالطريقة من ضمن الطرق اللي احنا بنعمل بيها الـ Head Office. لو السايت عاوز يبعد حاجة لـ Head Office بيعمل حاجة اسمها Mail Transmitter Record او Mail Transmitter Fork. دي لها رقم وبيدي لها Serial وبيبعتها وبيخط عليها Cover كده وبيقول ايه حاجات اللي هو رفقها مع الـ Documents دي. ممكن تكون CDs ممكن تكون وقود ممكن تكون Documents ممكن تكون الـ Heart بتاع الـ Backup بتاعك اي حاجة من الحاجات دي. علشان انت ما ينفعش تتعامل مع ان دي حاجة هارد رايحوله فما ينفعش انت تتعامل مع الـ Head Office بتاعك بلتر. ولا ينفع تتعمل عابل فاكس ان دي حاجة رايحة هارد فاحنا ديه Form بتعملها كـ Cover Letter عشان يستلمها منك الـ DC الموجود في الـ Head Office ويبقى فيه Record عندك في الحاجات الوسطلة. تمام؟ فيه بعد كده هنا attendance report اللي احنا بنعملها شهريا بنحطها هنا طبعا الترتيب بتاعها ويبقى بالشهر. فيه بعد كده هنا عندنا الـ Inspections احنا عندنا 3 انواع من الـ Inspections بنعملهم في الـ Projects. اول حاجة Inspection Request for Inspection وبعد كده Inspection for Material Deliver to Site. واخر حاجة التست اللي بتحصل في الـ Project زي التست بتاع التستات اللي بتحصل بتاعت الكهربا والميكانيكال والحاجات بتاعت البورين الكلام ده كله. كل التستات دي بتبقى محطوطة Under Subfolders دي. فيه بعد كده عندنا هنا Technical Control Report لو فيه عندنا Reports Technical بتبقى موجودة عندنا بصفة دورية في الـ Project بتتحط تحت الـ Subfolder ده. وهنا عندنا الـ Asphalt Drawing بتحط فيها كل الـ Asphalt Drawing اللي متقدم. هتقوها برضو بنفس الـ Sequence بتاع الـ Disciplines اللي احنا تعاملنا بيه من الأول. هنا فيه بعد كده الـ OLDM Manuals and Guarantee. تي بتبقى Close Out Documents موجودة في كل الـ Project بتبقى موجودة في آخر الـ Project. بتبقى عبارة عن إنه هو الـ Manuals بتاعت الـ Systems الموجودة في المشروع. فلازم يقدموا في ليها Operation and Maintenance Plan. ودي لازم تبقى كل الـ Documents تبقى موجودة original. بيبقى فيها Catalogs. بيبقى فيها Warranty Certificates. بيبقى فيها Spearport Certificates. بيبقى فيها كل الحاجات دي. فكل الـ Documents زي ما بتبقى موجودة. هارتقابيو حاجاتك بتستلمها عشان تسلمها لـ Client في آخر المشروع مع Close Out Documents. لازم برضو تحتفظ بها كـ Documents عندك. لعن لو عسى ممكن تحتاج لها لأي وقت في المشروع. تمام؟ هنا عندنا Close Out Reports. دي الـ Reports اللي احنا بنقدمها في آخر المشروع تماما. واحنا بنسلم الـ Documents النهائية. طبعا هي بتسلم عن طريق Letters. بس انا برضو لازم احط الـ Reportات بتاعتي دي وصلت لحد فين في المشروع. برضو بيبقى لها Sub Folder 2. وهنا Transmitter of Documents. برضو بنفس الـ Sequence بتاع Disciplines. بقى لنا ايه هنا كده Sub Contractor Approval. لو انا عندي مقاول باطن وانا محتاجة ان انا اعتمد مقاول باطن. فلو بيعتمد على الطريقة دي بتحط فيها هنا كل الـ Forens بتاع Sub Contractor Approvals. بتبقى موجودة في نفس الفولدر ده. اخر حاجة لقدر الله يعني لو حصل ان احنا عندنا في الـ Project اي اكسلنت حصلت. بتحصل بحتفظ بكل ما يخص الاكسلنت في المشروع في المكان ده. بيبقى بس الاكسلنت مش ملهاش علاقة بس بالاشخاص ان هو لو حد تجرح او حد تعوى. بقدر الله حد ميت ولا حاجة. بيبقى برضو لو حصل اي مشكلة الـ Equipment مثلا صحيه لقو في عندهم مشكلة لقو في Equipment اتخبطت حصلت حادثة في المشروع اي حاجة من الحاجات دي. كل دي بتعتبر تحت الـ Accent Reports. وبتتحط الـ Reports بتاعتها هنا بتتسلم في خلال 24 ساعة وبتتحط الـ Documents بتاعتها هنا. دي طبعا مهاش Discipline لان هي بتبقى طالعة زيها زي الـ Letters. ولازم يتخذ إجراء وقائي لكل الـ Accent. يعني كل حاجة يحصل لك. الموضوع ده. الإجراء الوقائي اللي اتخذ والـ Contractor. بتروح للـ HSE Manager. وهو بيعتمد اذا هو فعلا ده خلاص كده أفل الكيس دي ولا الكيس دي لسه مفتوحة ومحتاج clarification اكتر او محتاجة investigation تاني اكتر. تمام؟ احنا كده خلصنا كل الـ Documents اللي احنا ممكن نكون بنتعمل فيها في أي Project Instruction. بس احنا ممكن تكون في حاجة انت عندك في الـ Project بتاعك. احنا مشتغلنا هيش او حاجة مش شبعي الحاجات دي. فبالتالي احنا بنخلي دائما فيه فولدر اسمه Others. لأي حاجة تانية انت محتاج ان انت تدخلها جوه الفولدر دي. انت بقى عاوز تعمل clarification اكتر عندك معلومة تانية. الـ Project Manager محتاج ان هو يعمل Subfolders لحاجة تانية. ممكن تخطها تحت الـ Others او ممكن تسمي فولدر تانية. سوا ده الاساسي اللي عندنا تمام؟ نيجي دلوقتي هنا للـ Filing بتاع الـ Technical Documents مثلا. احنا قدنا ان احنا بالنسبة للـ Letters. احنا خلص هنتعامل في الـ Letters ان هي مالهج Discipline. بالنسبة للـ Technical Documents بيبقى بالنسبة لنا هنا اسهلنا ان احنا نكتب الـ Project Reference. وبعدين الـ Document Type نوع الـ Document D. هل هي Material هل هي T.D. هل هي Shop Drawing As Built اي نوعها. بعدين Discipline بتاعها Mechanical Architecture Structure. Electrical اي نوعها برضو. بعدين تكتب Sequence Number بتاع الـ Documents. Revision Number بتاعها. يفضل انت تكتب التكتبات الـ Data دي. In-Wall-Out علشان تقدر ان انت تعمل لها Clarification. احنا ما اكتباش In-Wall-Out بتاع الـ Documents دي. تكتب ايه المشكلة اللي احنا ممكن نقع فيها. حد عنده فترة. لو انا احملت موضوع الـ In-Wall-Out ده. وتعاملت بس حد الـ Sequence بتاع Revision. إيه اللي اخبطة اللي ممكن بتحصل. Reblacement Files. طب هتحصل من فين يا أستاذة أمي ما تحصل. من فين Reblacement Files. Sorting. انت هترتبوا ما هتحطوا كل واحد في المكان. خلط الموطنة. لا بص انا هقول لك على حاجة. وارد ان انت في نفس اليوم يعني انا بالنسبالي. بعمل سكان اليوم كله انا عندي حاجة اسمها فولدر انا بعمل عليه سكان بتاع اليوم كله. بحتمز الفولدر ده as a backup. تمام؟ بعمل السكان بتاعي النهاردة. النهاردة مثلا يوم تلاتين سبعة. بقوم فتحه ايما الصبح فتحه فولدر اسمه تلاتين سبعة على السكان. تمام؟ بعدين ببتدي اعمل كل السكان بتاعت الدوكنس. تطلع في نفس اليوم. تمام؟ لو انا مسلا دخلي material submetal معماري رقم ستة النهاردة. وهي رجوها في نفس اليوم وخدصوها عشان كان الموقع واقف عليها. فهتبقى عندك material معماري رقم ستة. إنوا قوت هما الاثنين بنفس الاسم وواحدة هتبقى رقمها والتانية مكتوب عليها. فهيسهل لك أكتر إن انت تبقى عارف إن دي incoming يعني دي هي ال original اللي دخلت لك. دخلت لك في تاريخ تزا. والتانية out going إن هي دي ال out اللي طلعت من عندك النهاردة وهي خلاص كده حصلها submission وتسلمت للمال. تمام؟ ده وارد إن هو يحصل لك يعني. مش بتحصل الكيس دي كتير لإنها قبل ما بنسلمها أصخم بيجنومها قبل ما يبوصوا فيها ويبوصوا فيها تاني يوم. بس وارد إن دي حصل مثلا في ال inspections لإن inspections حاجات تخلص في نفس اليوم. material deliver to site قد تخلص في نفس اليوم وإحنا قلنا إن إحنا عاوزين نعمل system. يكون شامل كل حاجة ما يكونش بيتغير ويكون applicable على كل حاجة. تمام؟ إحنا كده خلصنا بحضرة النهاردة. دي كتأخر حاجة في الجزء بتاع sequence. حتى عنده أي أسئلة. ده كده إحنا طبعا النهاردة. بس في جزء تاني هناخده بس إحنا كده الوقت سرق إنه مش نحو يضبك إحنا كده نرده على أسئلة. إحنا كده يقول. ، من مناسقي مواقع? آآ يعني ايه الطريقة المناسبة معلش مش فهم? يعني حضرتك شغال في هيد اوفيس وعندك ناس شغالة في الموقع? عشت استذيحة بس اوضح سؤالك لان انا مش فهم سؤالك. هو الافضل في الحفظ الترقييم ولا الاختصارات؟ يعني بصوا الطريقة اللي احنا عاملينها بتاعت الاندكس دي هي شاملة الاثنين. في الفولدر حضرتك بتكتب الرقم بتاع الفولدر وبتكتب اسم الفولدر ايه. طبعا انا هنا كتب الاسماء بالكاميرا علشان تبقى واضحة لكل الناس وتبقى الناس كلها فهمة احنا بنتكلم عن ايه. انما لو حضرتك شغالة على سيستم في حضرتك ممكن تعمل فايل صغير كده زي وورد مثلا. وتكتب فيه الاختصارات بتاعتك اللي بتتعامل فيها في الاندكس فايل بتاعك. وتقول ان الاختصار ده بيشرح الحاجة الفلانية دي. تمام؟ وتقدر تستعمل الاثنين مع بعضين. مثلا بده ما تكتب كل الcorrespondence دي تقدر تكتب COR. وار فهيبقى مفهوم ان هي دي. بالنسبة للرينامين بتاع الفايل ونفسها اللي انت عامل لها سكان الفايل بتاعتك نفسها. يفضل ان انت هتبقى عاملها اختصارات وبلاش الارقام لان الارقام مش هتبقى مفهومة. لان انت الرقم الوحيد اللي مفهود بتركز عليه هم رقمين. رقم الريفاجن ورقم السيكوينس نمبر بتاعك. تمام؟ فلو حطيت ارقام تانية زيادة هتبقى فيه لاخبطة انت مش عارف الواحد ده رقم السيكوينس نمبر ولا رقم الفايل نمبر. تمام؟ هو انا كdocument control مسؤول عن كريات ال اي ارز والم اي ارز. حاجرتك مش مسؤول عن الكريات تماما. هو حاجرتك بتبقى مسؤول ان انت تراجع الكافر بتاع الدكوينس دي. وهي طبعا. تمام؟ فيه ناس تانية بتخلي فيه document control مسؤول ان هو يعمل الام اي ار. بس برضو مسؤوليته بتقف عند ان هو يكريات الكافر. مدوش علاقة بالكونتنت اللي جوا. المفهود المهندس يجيب لك كل كامل الكنتنت الموجود بتاع الدكوينس. وبيديلك كل الكنتنت بتاعه. كل ما على حضرتك ان حضرتك بس بتعمل الكافر بتاعها. وبتقدم السيكوينس كل حاجة. ممكن ناخد النموذج ده ممكن طبعا. external hard لكل موقع. طبعا لازم يكون في اكتر من external hard لكل موقع. طبعا لان انت في نهاية البروجيكت بابتبقاش مش بيكفيك hard disk واحد. ومحتاج اكتر من hard disk. هل تساعد برامج ادارة البيانات زي access او ريرو في برامج ادارة البيانات. استخدام او ميزة في ادارة بيانت مشروع. طبعا هو دايما ال access بيبقى احسن من ال excel. بس بيحتاج حد يكون بيتعامل مع professional اكتر. يمكن ال excel بالنسبة لنا بيبقى سهل في التعامل وال equations بتاعته بتبقى سهلة. بتبقى بسيطة بس ال access بيبقى محتاج database كبيرة. فانت يفضل انت لو انت بتشتغل على ال access بالسراحة. او لو في بلاتفورم تاني انت بتعرف تشتغل عليه. مالها ال ncr انا زي ما قلت لحاجتك ده السامبل بتاعة ال consultant. ممكن يكون في ncr مثلا احنا بيتعامل فيها بتعمل لحسا فولدرز الوحدة تانية. مع site instructions او separate from site instructions. filing master plan. مالش اللي تدخل باسم DC انا مش فهمة مالش مش فهمة سؤالة. can you send us these files. ازان اكزامبل طيب انا هعمل لها هحط الفولدرز دي هعمل لها compress وهحطها على. الخطابات المتبادلة النفس الخصوص هتكون نفس الاسم ولا التغيير لها احترافي. لا لازم تكون بنفس الاسم عشان لو حدودك بتدور على نفس ال subject لازم تعرف توصل لكل ال letter او correspondence اللي كان بتتكلم على نفس ال subject. هيفضل ان هي ما يتغيرش ال subject بتاعتها. بس طبعا هي بيتغير ال date وبيتغير مين بعت لي. الفايل هينزل فين؟ هحطه على ال group بتاع ال whatsapp وحطه على ال group بتاع الفيسبوك ان شاء الله. ما هي الطريقة المناسبة لاخذ ال backup من المواقع وانا شغال في الادارة؟ بص هقولك على حاجة هو المفروض ان هو بيعمل backup weekly زي ما انا قلتلك بيعمل backup weekly على ال hard اللي معي. وفيه hard external مع حضرتك طول الشهر. وبتدهوله يوم واحد في الشهر يبنقلك عليه ال backup ويرجعه لك تاني. تمام؟ وحضرتك بتاخده تنقله على السيرفر عندك في ال head office علشان ترجعه له في كل مرة فاضي مع لهوش ال data القديمة. او عليه ال data القديمة اخر data قديمة عنده بالنسبة له علشان هو ينقلك عليها ال data فمتاخدش ما يعودش ينقل. ال data بتاعت من اول السنة مثلا او من اول البروجيكت لحد الفترة دي ينقل بس جزء بتاع الشهر دي. حضرتك ممكن تتفق معاهم ان يبقى عندك يوم في الشهر انت بتبعته ال hard disk فاضي او ال hard disk عليه اخر backup بحيس ان هو يحط عليه ال backup ويبعته لك تاني يوم. بس حاول بقدر الامكان ان انت متسابش ال hard ده موجود كتير في ال site علشان ما يحصلوش دعمج او اي مشكلة. هل طبيعي اسلم الاستشاري نسخة من اللي عندي بعد الردود ال pdf؟ والله يبصو هو ده مش طبيعي بس في ناس من الاستشاري ما بيحبوش ان هما يتاجوا نفسهم ان هما يعودوا يعملوا scan تاني بيقولك انت كده كده انت كده كده هتعمل scan. فدي بتبقى حاجة friendly ما بينك وما بينه والله هو دنيا ما بينك وماشية بيس ولطيفة هتديله ال scan اللي عندك انت كده كده هتعمله لنفسك انت مش بتديله حاجة زيادة او مش بتعمله شغلانة مخصوصة عشان. بس بتاع ده بس طبيعي ان هو كل واحد بيعمل scan لوحده عشان تلافي الاخطاء اللي ممكن تكون متكررة ممكن حضرتك كم اول تقع في خطأ مثلا او تscan حاجة بطريقة غلط او تقمت مثلا جزء من الورق. فالغلطة دي هتسمى عنده لهو مش بيراجع الدكوانس اللي عنده. بس ده برضو بيرجع للطبيعة اللي علاقه ما بينك وعمله ازاي. يا جمال انك الحضور هيبعتوه مش عرف التوزعلانين دي حضر هيبعتوه الادمن هيبعت لك منت الحضور. ينفع قدمك حاجة الكواليتي كلها مع بعض الفولدر واحد. حدريك تقص دقيب حاجة الكواليتي. حدريك تقص دقيب حاجة الكواليتي. بس انا بالنسبالي كلما كنت بشتغل على السيستم ده. انا كنت بره بره السيرفر ده يعني انا بره السيرفر ده كنت بعمل حاجة اسمها لوزي. ومن خلال اللوج ده هو ما كانش بيقع محتاج ان هو يدخل على كل التقسيمة بتاعت الفولدرز دي. وكان كل ما كل ما عليه ان المهندس محتاج ان هو يفتح اللوج الخارجي اللي بره. علشان يدور مثلا هو بيدور على الماتيريا ليفتح اللوج بتاع الماتيريا ويشوف اني متيرياو بيدور عليها ويدوسها على لينج بتاع الهايبرلين. هو كده ما كانش بيقع محتاج ان هو يدخل يدور في الفولدرز دي. الفولدرز دي متقسمت تقسيمة دي بالاندكس ده. عشان تسهل علي انا الدخل احط لها اعمل لها فايلين. تمام؟ مش على الناس التانية اللي جاهد ده ختستعمله. فحضرتك ممكن يبقى الكافر بس بتاعك او الانترفيس بتاعك لكل الانجينيرينج اللي عندك اللقز اللي عندك بس ده في حالة ان انت هتعمل هايبرلينج عرى طول بوانس ان انت تعمل اوبديت للسنج هل من الممكن تقسيم الملفات بألوان متعددة عادي بس المهم اهم حالة تبقى مريحة للعين بالنسبة لك علشان ما تتبعكش بس عشان تتعاملها الفترة اطول لو امكان فهرس محتوي محتوى الكورس وما توصلنا اليه وفضل كمحاضر فاضل المرسالات كلها بحطها excel في واحد اين وقود او بالزبط هو المفروض ان المرسالات كل شيط المرسالات تبقى كل شيط واحد لكل الناس في كل الان والقود كله في مكان واحد احنا في المرسالات بالذات ما فيهاش اين وقود هل ده عنده فكرة ليه؟ ده المرسالات ما فيهاش اين وقود علشان المرسالات دايما انت بتبقى محدد مين بعتلي مين احنا قلنا كل المرسالات هتبقى front وto فانت مش محتاج ان حاجة تقول ان ده اين ولا قود لان انت مكتوب قدامك ان هو ده جاي لك من مين فمش محتاج ان انت تحدد اين وقود original copies of submitters should with contractor ايوه المفروض الoriginal copies بتاعت اي حاجة المفروض تبقى مع الcontractor عشان هو هيسلمها لحضورتك في اخر المشروع زي الاسبيلت مثلا مفروض تبقى original كل الدوكيمونت تبقى original اللي عنده ان في اخر المشروع هو بيسلمك الحاجات دي official hard copy original خاص يا جماعة كده شيط الحضور نزل اه هو ينفع add and transmitters should be drawn مكون من تات لوحات الاعتماد يقوم يقوم لغي لوحة منها وشطبها من على cover هو ممكن لا هو ما ينفعش ان هو يلغيها من على cover هو ينفع ان هو يديها action code دي ان هي cancelled او ان هي rejected هو معنى كده ان هو ان هو رفضها وان هو حضورتك مش هو ده دور تقدمها تاني في submit كمام بس ما يفعش ان هو يشطبها معك انا هنا سبتلكو شوية references احنا استعملناها في تحضير المaterial دي ان شاء الله لو حد حابب تاني ان هو يتكلم في حاجة يعني يدور على حاجة والميسي اكثر كنت نحن يمكننا في حاجة ما قلناهاش ففي معلومات زيادة هتلاقي كل الرافرنسي شيء معودة هنا المترجم للقناة 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 المترجم للإسلام تفضل دكتور هل يقصد محمود؟ ليس ما أحردك الـ Excel sheet لو أنا بحطه مثلا الـ IR كـ IR جوه الملاخ حارثك بالتوزيع اللي أنت موزعها عاملة سيء للإلكتريكال لوحده للميكانيك لوحده لكل يعني لكل تخصص لوحده. بحط لكل واحد Excel معين ليه جوه ده أفضل ولا أنا بحط له Excel كامل للـ IR وبوزع جوه التخصص وبعمله فلتر لما بعوز أجيب منه حاجات لا حضرتك بتخطه كل ما يخص الـ IR كله في Excel واحد وبتفلتر بعد كده لما أنت بتخصده إن إنت وارد إن إنت تكون محتاج الأعمال مثلا في مبنى معين فإنت بتسرش على كل حاجة في نفس المبنى فمش تقول تفتح خمسة ستة Excel تمام؟ فاهم حدوك تماما إن إنت تحط كل الـ data في Excel واحد وتفلتر بعد كده على المبنى اللي أنت أعوزها أو لو أنت عندك أنت متأكد أنت مش هتستعمل الـ data ممكن تحطها في Tabs تحت صحيح بردوه أو Sheets تحت تمام؟ في Sheets تانية تبقى منفصلة لو أنت متأكد أنت مش هتعمل الـ report هتبقى شامل كل الحاجات كل الـ data دي في مكان واحد جميعا 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 شكرا جميعا وإياكم إن شاء الله شكرا أستاذ إسلام تفضل؟ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة حضركة طيبة يا دكتورة وحاجةكم الساحة وسلام شاكرين على مجهودك العظيم ده الله الصراحة ربناك أنا النهاردة كان عندي مشكلة كده بسيطة أنا مثلا أقدم ماتيريال لـ للاستشاري مثلا شركة الرحاب متخصصة مثلا للمواسير وحاجات زي كده كهرباء خراطيم وحاجات زي كده طبعا أنا كنت معتمدها الأول اعتمدتها كشركة واعتمدت بعض الخمات منها طبعا جيت أقدم طبعا هي أخدت أكتر من الـ حد ما هي توفيت وصلت مسلا لـ خمسة حد ما هي توفيت تمام؟ دلوقتي أنا جيت عشان أعتمد حاجات تاني لنفس الشركة لنفس الشركة الرحاب أبعثها ريفيجن ولا أبعثها آآ ريفرونس جديد ثانية واحدة هوا حاجات كنت بتعتمدها أزا ساب كون تركتور ولا كماتيريال؟ اعتمدتها ساب كون تركتور ومساب كون تركتور كنت اعتمد بعض من الماتيريال معها تمام خلاص كده أنت اعتمدت ساب كون تركتور خلاص ده كده ساب كون تركتور شغال مع حضرتك تمام؟ تمام حضرتك هتبتدي بقى تعتمد للكون تركتور ده كويس هتبعتها ساب كون تركتور تمام؟ تمام مرة واتنين وثلاثة لحد ما توفيت ولا أنت كنت بتتكلم ان اللي حصل بقى حصل في الكون تركتور لا أنا بعت من الماتيريال دي آآ حبة منها مثلا حوالي ما حد ريفيجين خمسة بعض من الماتيريال بتاعيتها مم يعني مش الماتيريال كلها لا بعض منها دلوقتي أنا عندي ماتيريال تاني زادت انه أنا مفروض اعتمدها الماتيريال دي اعتمدها ازاي؟ اعتمدها بريفرنس جديد لا بريفرنس جديد بريفرنس جديد وهو يفضل انه انت بتبعت الماتيريال الاعتمد تبعت ماتيريال واحدة فا يعني سيه مثلا حضرتك عندك خمس انواع من الماتيريال ما تبعتش خمسة مع معض في فورم واحدة لان انت وارد ان هو مثلا يوافق لك على ثلاثة ويرفضلك اثنين فانت عندك ده لسا كده واقف السجمتل ده ما تأخذش يفضل ان انت تبعتها ماتيريال مفاصلة كل ماتيريال تبعت لوحدها مفاصلة علشان يبقى سهل اولا تصرع فترة الابروفل بتاعتك لما هو يبقى موافق او رافد يبقى رافد ماتيريال معينة حضرتك عرفها وواضحة بالنسبة لك انت تقدم غيرها انما انت لو عندك خمسة ستة بيبقى وقت المراجعة فيها اكتر بيبقى الكون فيها اكتر بيبقى البتاع ده كون ان حديك تقدر تبعت لها تاني ريساب مت او ريفيجن بيبقى واخد وقت من عندك انت فاهمي فيفضى انت تبعتها سابري اذا يفضى انت تبعتها الوحدة تبعتها الوحدة التاني مفاصلة ريفيجن بيبقى ممكن نزود يوم كمان في الاسبوع بحيث نضغط مدة الكورس شوية ولا صعب والله هو صعب جدا لان انا فعلا يعني يوم السبت ده اليوم الوحيد اللي بقدر ان انا ازبط وقتي كله فيه فبعتزل معلش احنا عارفين الكورس طاول مننا شوية علشان بس فترة الاجازات الطويلة اللي احنا اخدناها اخدنا شهر رمضان اجازة اخدنا بعد الاجازة كمان اجازة طويلة اخدنا في الاجازة كبير اجازة طويلة فانا بعتذر بس مش هقدر ان انا ادي حاجة تانية لليوم السبت ده بس احنا ممكن نخلص الجزء بتاع الاساسيات ده ونريح مثلا بتاع شهر مثلا كده نريح في جزء اللي فات او زي ما تحبوا خدناها بس لما نخلص الجزء بتاع الاساسيات ده نتفق عليه بقي قد ايه من المحاضرات يعني احنا لسه قدامنا عشان كل في شوية احنا مدي جزئية بسيطة في المحاضرات مش بحاول ان انا يعني اخد وقت طويل في المحاضرات برغمان احنا النهاردة معديني الساعتين اهو بس بحاول ان الجزء ان احنا ناخد حاجة صغيرة ونطول فيها الشرح شوية عشان تبقى مفهومة وتبقى ديرتوا ان انتو تستوعدوا كل الديتيلز التايلي اهو استاذ محمد ميكي بيسأل بنسبة الخطابات ازاي يفرق بين الديريكت اللي بدييلي والسيسي والجواري احنا كنا قايلين في الخطابات احنا التقسيمة بتاعت الخطابات احنا قلنا ان هي يبقى فيه مثلا من تلعينت الكونسولتنط شوف حضرتك انت شغال ايه دور بتاعك في البروجيكت مثلا ايه انت دور بتاعك ان انتكونسولتنط فا اي حاجة رايحة الكونسولتنط يتبقى جيالة اي حاجة رايحة المئاول تبقى حضرتك سي سي في لان اكيد الجيوب ما جالكش الا لو انت سي سي في بس لو هو من مكان فروم وتو دا مش انت الشخص اللي ما بعطله الحاجة تو فمعلا كده ان هو جالك انت سي سي تمام? وضحة الجزئية دي. في حد عنده اسئلة تامية. كده افضل علشان نفهم لان في حاجات من في غير نطق شرين في محتاجين لفعل. تمام? طيب استردائكم الله لازم لا تضيع ودائقه. اشوفكم على خير ان شاء الله السبوع الجاي بإذن الله. هبعطلو كل فايل ما تقلقوش. هبعطلو كل فلتر بتاع الحيكي للتنظيم ده هل. وكل السبفلتر سلو جواه علشان يسهل عليكم لو انتم هتبدأوا في شغل. شوفكم على خير ان شاء الله السبوع الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.